مدبولي يلتقي رئيس الحكومة الليبية ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين والجانب الليبي يشيد بالدعم المصري مع توصل الإدالات الدولية لإسرائيل بشأن مجزرة مدرسة التابعين جيش الاحتلال يوصل القصف العنيف على أماكن متطرقة لغزة والحرص الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية في غرب البلاد وحزب الله اللبناني يعلن استهداف نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي الثالثة مسامة توقيت القيارة الثانية عشرة بتوقيت الجرمج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخلال استقباله رئيسا للحكومة الليبية أسامة حمد وعددا من المسؤولين بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة نوها مدبولي بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في إعمال إعادة إعمار ليبيا ومن جانبه ثمن أسامة حمد الدعم المصري الدائم للشعب الليبي فظل توجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف أثار وتداعية الإعصار دانيالا والذي شهدته البلاد العام الماضي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما شديدا بصناعة الهاتف المحمول سواء للسوق المحلية أو بهدف التصدير وخلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمناقشة ملف توطين صناعة الهاتف المحمولة للتصدير من مصر أوضح مدبولي أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول وفي هذا السياق استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهاتف المحمولة موضحا أن إجمالية طاقة الانتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11 مليون وخمسمائة ألف وحدة إن ديلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى أنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل قامت بارتكاب مجزرة بشكل متعمد في مدرسة التابعين بهدف قتل المدنيين واستمرار الضغط لتحقيق مخططها وهو تهجير السكان من قطاع غزة وشدد رئيس المرصد رامي عبدو على أن هذه الجريمة تعكس بوضوح إرادة إسرائيل في استمرار إبادة الشعب الفلسطيني وأشار إلى أن بحثين تابعين للمرصد قاموا بزيارات دورية على المدرسة ولم يكن بها سوى عائلات نازحة مؤكدا في الوقت نفسه عدم رصد أي مظهر لمسلحين بالمدرسة ذكرت صحيفة وولستريت الأمريكية أن قصف إسرائيل لمدرسة التابعين في حي الدرجة بقطع غزة أثار انتقادات حدة من الحكومة الغربية تجه إسرائيل خاصة وأن المدرسة كانت تؤوي نازحين مما أدى إلى استشهاد وصبة العشرات من الفلسطينيين وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلية من شأنه أن يعقد جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع مشيرة إلى أن هذا الهجوم يضاف إلى سلسلة الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على المباني المدرسية في قطاع غزة والتي غالباً ما يستخدمها الفلسطينيون كملجأ بعد تدمير القوات الإسرائيلية لمنازلهم في السياقة دعت روسيا إسرائيل إلى الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية في قطاع غزة محذرة من أن المآسي المشابهة للهجوم المميت على مدرسة تابعين في غزة تقوض الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين في أقرب وقت ممكن ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الجنب الإسرائيلي إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق المدنية والتي لا يمكن تبريرها مستشهدة ببيانات تشير إلى أنه تم قصف مراكز اللاجئين خلال شهر الماضي وحده 13 مرة أبلغ المتشر الألماني أولاف شولتس هاتفيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه يتعين عليه إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وقال شولتس أن الخسائر المدنية والمعاناة الإنسانية في غزة هائلة وكدا أن إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد بالمنطقة وانزوريجن أن يتعين أن يتعين أن المدنية في غزة هاتفيا رئيس الوزراء إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يبقى صامتاً وهو يشهد شعباً بأسره يدمر بينما ينتظر الحماية التي تحق له وأكد منصور ضرورة محاسبة إسرائيل على جميع جرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبتها في إبادة الشعب الفلسطيني وعلى مدى سنوات الاحتلال غير القانوني قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط طور وينسلند قال إن المدنيين في غزة لا يزالون يعانون يومياً من ويلات الحرب وسط الرعب والنزوح والمعاناة دعا المسؤول الأممي لضرورة وقف إطلاق النهر مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمساندة كافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن النازحين يواجهون رعباً لا يصف بعد عشرة أشهر من العدوان الإسرائيلي ونزوح القصري المتعدد والمستمر وسنكر مكتب الأمم المتحدة المزعمة الإسرائيلية حول وجود جماعات مسلحة فلسطينية في المدارس التي تأوي نازحين كمبرر لقصفها مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي يشكل انتهاك للقانون الدولي الإنسانية إلى ذلك استشهد سلسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ووسط خان يونس جنوب وسط قطاع غزة في حين أصيب أخرون في القصف في العدوان المتواصل لليوم العاشر بعد ثلاثمائة يوم وقصفت طائرات الاحتلال الحربية برجين في شمال خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين بالتزامن مع قصف بلدات القرارة والزنة وبني سهيلة كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف صوب منطقة ميناء الصيادين وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ سابع من أكتوبر ما أسفر عن استشهاد تسعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وتسعين فلسطينيا وإصابة أكثر من اثنين وتسعين ألفا فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأبراج السكنية في مدينة حمد الوقع شمال خان يونس جنوب قطاع غزة وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الوضع في عموم غزة لا يزال صعبا للغاية مع استمرار القصف وعمليات التهجير خاصة من مدينة خان يونس والتي تشهد حاليا حالة نزوح كبيرة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأبراج السكنية كما نشد المتحدث باسم الدفاع المدني المجتمع الدولي بضرورة التدخل من أجل دعم جهاز الدفاع المدني بتوفير كوادر الإطفاء والمعدات اللازمة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني قال المتحدث باسم مفاوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس قال إن تجويع المدنيين والعقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين يشكلان جريمة حرب وجدد لورانس تأكيده على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة ووفقا لمنظمات الإغاثة الإنسانية ظلت إسرائيل تعرقل وبشدة الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يواجهها سكان غزة وبالتالي تركت سكان القطاع على حفة المجاعة مع انعدام المياه النظيفة والأدوية أدت أوامر الإخلاء والهجمات الإسرائيلية المتواصلة إلى جعل قطاع غزة بأكمله غير صالح للسكن مما أكبر ملايين الفلسطينيين على الفرار مرارا وتكرارا وأمرت قوات الدفاع الإسرائيلية سكان بمغادرة أجزاء من جنوب قطاع غزة بما في ذلك وسط وشرق خانيونس وذلك بعد إصدار توجيهين منفصلين لعدة مناطق في شمال غزة وأصدرت أوامر لسكان بالانتقال إلى ما يسمى المنطقة الإنسانية في المناطق الغربية من القطاع السحلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 16 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة من بينهم أسرى سابقون وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات القدس والخليل وجنين وكذلك قليقلية ونبلس ورفقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ذكرت صحيفة هارتس أن رد إيران سيستهدف مناطق عسكرية وأمنية داخل إسرائيل يأتي ذلك فيما تتزايد المخاوف داخل إسرائيل تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل في زل احتدام التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبنانية على نحو ينزر بالتساع دائرة الصراع وتبادل الهجمات على الحدود تتأهب المنطقة لموجة هجمات جديدة محتملة من إيران وحلفائها على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تسريبات تتعلق بالتوقيت والشكل المحتمل لمثل هذه التحركات العسكرية صحيفة معارف الإسرائيلية ذكرت أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله اللبناني هجومه خلال الساعات المقبلة على أن يبدأ حزب الله بالهجوم على إسرائيل أولاً انتقاماً لاغتيال فؤاد شكرة ثم تقوم إيران بالرد وبحسب صحيفتها إيرتس الإسرائيلية فإن الرد يستهدف أيضاً أهدافاً عميقة داخل إسرائيل في وسط وشمال البلاد مرجحة أن تكون تلك الأهداف عسكرية وأمنية المخوف في إسرائيل تتزايد يوماً تلو الآخر في انتظار الرد الذي قد يكون مزدوجاً الأنشطة التجارية توقفت وتخلصت المصانع من المواد الخطرة وتعكف سلطات المجالس البلدية على تفقد الملاجئ إذن استلاح الوقت والاستنزاف الاقتصادي العامل الأساسي الذي يرتكز عليه كل من حزب الله اللبناني وإيران في الصراع الدائري مع إسرائيل ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبلة كانت إيران قد توعدت بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الحادي وسلاثين من يوليو الماضي في طهران أكد حزب الله اللبناني استهداف لقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة وموقع المرج بقذائف المدفعية وأوضح حزب الله أنه تمت إصابة الأهداف إصابة مباشرة مشيرا إلى أن العمليتين جاءتا دعما للشعب الفلسطيني في قطاع الأسلحة كان حزب الله قد شن أمسى هجوما جويا بسرب من المسيرات على تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا قبالة الحدود اللبنانية أعلن مسؤول أمريكي أن عددا من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف أصيبوا بجروح في هجوم بطائرة مسيرة في سوريا وأضف المسؤول الأمريكي أنه جرى نقل بعض الأفراد إلى موقع منفصل لإجراء المزيد من التقييم وفي سياق آخر كانت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون قد أعلنت أن هجوما صاروخيا وقع ضد القوات الأمريكية والتحالف الدولية في قاعدة عين الأسد غربي العراق ما أصفر عن إصابة خمسة عسكريين بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب تطورات تأسيس مركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب جاء ذلك في مستهل زيارته الحالية إلى كجالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في مراسم التنصيب كما ستمتد الزيارة لتشمل عددا من الفعاليات الثنائية زار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي النصب التذكاري الخاص بضحايا الإبادة الجماعية في كيجالي والمتحف الملحق به والمخصص لإحياء ذكرى أحداث الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في تسع نيات القرن الماضي حيث قام بوضع قليل من الزهور أمام النصب التذكاري وكتابة كلمة في سجل الزيارات أعربت الحكومة السودانية عن قلقها بشأن معاناة اللاجئين السودانيين في شرق تشاد خاصة في منطقة أدري بسبب توقف المساعدات الإنسانية عنهم منذ ثلاثة أشهر وطلبت الحكومة السودانية الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة والمجتمع الدولي بإدانة عمليات الاستهداف الممنهج للمدنيين العزل والمؤسسات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى سودان تام بريلو أن الولايات المتحدة تفزل جهودا كبيرة لإقاف أعمال العنف في السودان وتوفير المساعدات الإنسانية قبيل انطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع في جنيف وقال المبعوث الأمريكي أن هناك لاعبين سلبيين يؤجبون الصراع السوداني موشيرا في الوقت نفسه إلى أن المدنيين السودانيين بحاجة ملحة لإصال المساعدات الإنسانية ووقف العنف ونبقى في السودان حيث حذر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في السودان شيلدون ييت حذر من الأوضاع المأسوية التي يعيشها أطفال السودان تحت وطأة النزوح والمجاعة بعد تفاق من عدم الأمن الغذائي في 13 منطقة بالسودان وأكد المسؤول الأممي أن اليونيسيف تبذل جهودا حثيثة لتقديم المساعدات الغذائية والصحية للأطفال في المناطق المتضررة وأضاف ممثل اليونيسيف أن الأطفال في السودان يعانون من أزمة تعليم حادة حيث لا يزال حوالي 18 مليون طفل خارج المدارس بسبب الحرب في ظل غلق معظم المدارس أكد مكتب تنصق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الأمم المتحدة وشركائها يقومون بإيصال الإمدادات والمساعدات للأشخاص في المناطق المتضررة من الفيضانات في الجزء الغربي من اليمن وذكرت الأمم المتحدة أنه تم تقديم مساعدة فورية تشمل الغذاء والماء ومستلزمات النظافة لأكثر من 1600 شخص في المناطق المتضررة مع تعبئة مورد إضافية كما أشارت الأمم المتحدة إلى تضرر نحو 10 ألاف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والتي تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في عدد من المحافظات أعلن المتحدث باسم مجموعة دينايبر القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية رومان كودريان أن وحدات من المجموعة منعت القوات الأوكرانية من إعادة التجمع في المنطقة وأوضحت القوات الروسية أنها استمرت في تدمير الزوارق الأوكرانية والتي حاولت السواء على الضفة اليسرى للدهر كما أشارت القوات المسلحة الروسية إلى أنها توصل كذلك العمل بنشاط لتدمير الطائرات دون تيار الأوكرانية وطائرات الاستطلاع أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية تكتيكية أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك المتخمة للحدود وكان القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية قد أصدر أوامر بتسريع إجلاء السكان المدنيين من المناطق المعرضة للخطر في وقت تخوض فيه قوات موسكو معارك ضارية ضد قوات كييف بدوره أقرى رئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للمرة الأولى بأن القوات الأوكرانية تخوض قتالا في إطار هجوم مفاجئ في مدينة كورسك الروسية وذلك في الوقت الذي تسارع فيه السلطات في المناطق الحدودية الروسية بإجلاء المدنيين من الأماكن المعرضة للخطر جراء القتال وفي كلمة له قال زيلنسكي أنه ناقش العملية مع القائد العام للقوات المسلحة أليكساندر سيرسكي وتعهد باستعداد العدلة والأراضي التي سيطرت عليها روسيا مؤكدا أنه اطلق عدة تقارير بشأن الخطوط الأمامية وإجراءة دفع الحرب إلى الأراضي الروسية قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييفا فيتالي كليتشكو قال إن روسيا شنت هجوما جويا على العاصمة وأوضح كليتشكو أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم الروسي مؤكدا أن الجميع في حالة تأهب لمواجهة الغارات الجوية المستمرة أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خرسون بجنوب أوكرانيا أن مدنيا لقي حتفه بينما أصيب أحد عشر آخرون بينهم أطفال جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية أضافت السلطة العسكرية الأوكرانية أن الجيش الروسي استهدف على مدار أمس خمس عشرة بلدة تابعة للإقليم مؤكدا أن القصف أصاب مباني إدارية ومتجرة ومناطق سكنية في جميع أنحاء المنطقة كما تضررت خطوط أنبيب الغاز والمستودعات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن البيانات الرسمية تؤكد أن إدارته نجحت في الوصول بمعدل جرائم العنف في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في خمسين عاما وفي تقرير نشره البيت الأبيض أوضح بايدن أن الأمريكيين أصبحوا أكثر أمانا أمانا مما كانوا عليه عندما تولى المسؤولية ونائبته كامالا هاريس داعيا الكونغرس إلى تمويل مئة ألف ضابط شرطة إضافية وبرامج التدخل لمنع الجريمة والعنف المجتمعي وإجراء إصلاحات منطقية فيما يتعلق بسلامة الأسلحة مثل حاضر الأسلحة الهجومية كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وجامعة سينة أن كامالا هاريس حولت الانتخابات الرئاسية هذا العام بشكل جوهري وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه في أول استطلاعات الرأي التي أجرتها في الولايات المتأرجحة منذ دخيلها السباق تقدمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأربع نقاط في كل من بين سلفانيا وميتشيغان وويسكنسون بين الناخبين المحتملين مشيرة إلى أن ذلك يعد تحولا كبيرا عن استطلاعات الرأي السابقة والتي خالصت إلى أن ترامب يتقدم على هاريس بمتوسط نقطة أو نقطتين لكل منهما عبر نفس الولايات الثلاث قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب أن شركة ماكروسوفت أبلغت حملته بتعرض موقع إلكتروني تابع لها لمحاولة اختراق من قبل الحكومة الإيرانية وكانت الحملة الانتخابية لترامب قد أعلنت تعرضها للاختراق الإلكتروني وتتريب وثائق ذات الصلاة وأوضح المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن شونغ أنه تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصدر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف تدخل في انتخابات 2024 وزرع الفوضى في جميع أنحاء البلاد خلال العمليات الانتخابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكراتها الشبابية تحت شعار مبادرة أجلياث لتأهيل الشباب وكوادرهم التطوعية ويأتي المعسكر بمشاركة 160 من شباب الجامعات والمتطوعين على مدار ثلاثة أيام حيث يتضمن برنامجا شاملا ومتنوعا بهدف تنمية المهارات وتعزيز الوعي لدى الشباب نحن النهاردة في اليوم الأول من المعسكر التدريب الأول لمؤسسة حياة كريمة لعام 2024 عملية انتقاء المتدربين وعملية اختيارهم استغرقت أكتر من شهرين بدأنا مع الطلاب في فترة الامتحانات بمبادرة وي سابورت كنا من خلالها موجودين مع الطلاب خلال فترة امتحاناتهم بنقدم لهم الدعم النفسي وكمان بنعرض معهم خطة مؤسسة حياة كريمة لصيف 20-24 متحمسة جدا بعد ما عرفت ان فيه منافسة ما بيننا وبين محافظات تانية ان شاء الله المحافظة بتاعتنا تبقى المركز الاول ومتحمسة جدا بعد ما شفت الاجندة بتاعت النهاردة ومليانة ووركشوب كتير وخصوصا نحن هنتكلم عن القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القوم المصري أسفكوا بعشانا شوفوا انشطة اليوم النهاردة سجلت على اللينك اتقابلت جالي رسالة القبول رحت المحافظة في كفر الشيخ المعسكر سجلت ومليت بياناتي اتقابلت في أول معسكر لحياة كريمة في المحافظة الإسماعيلية موجودين النهاردة في اليوم التاني من معسكر حياة كريمة أجاي ليوس محافظة الإسماعيلية يعني يمكن نبدأ من كلام القيادة السياسية ان احنا محتاجين نتكلم مع شبابنا فاحنا موجودين النهاردة علشان نتكلم مع شبابنا ونسمعهم ونسمعهم هما بيتكلموا مع بعض بيفكروا في ايه ايه اللي هما محتاجينه علشان يواجهوا اي التغيرات او اي التغيرات الحد بالذات اللي بتحصل على مستوى العالم حاليا اهم حاجة بتميز معسكرات حياة كريمة هي ان الشباب المتطوعين القدام مع شباب الجامعات اللي حابين ينضموا لحياة كريمة بيعودوا مع بعض الايام المعسكر في نوع من انواع التعايش الحقيقة اني دي اول مرة اشارك في معسكر الحياة كريمة انا الاول عرفت ازاي المعسكر ده انا كنت قدمت على الابليكيشن على الويب سايت وجاء لي ان انا اروح اعمل انترفيو الاول ورحت وعملت الانترفيو وماليت الاستمارة وساعتها عرفت ان انا هسافر المعسكر الحقيقة ان انا هي فعلا اول مرة ولكن انا استفدت كتير كدن انا على فكرة من اصغر المتطوعين الموجودين في حياة كريمة انا سني 15 شنة وده بيدل ان مؤسسات الحياة كريمة بتدعم الشباب وبتدعم الاطفال اللي هما سنهم صغير انا طبعا سعيد ان انا موجودة النهاردة في المعسكر اتعلمنا حاجات كتير قوي من المعسكر ده ومن ضمنها ان احنا اتعاملنا مع المحافظات التانية ما بقنتش كاهرة ومحافظات لا كلنا بقنا واحد النهاردة معسكر حياة كريمة والمؤسسة حياة كريمة يعني بتقوم به زي ما نقول من ايه تو زي الحياة المعسكر كان فيه ورش تدريبية كتير جدا على محاور مختلفة كان فيه مهارات التواصل فده كان هدف برضو من اهداف المعسكر ان هو اهمية التطوع واهمية اثره على المجتمع عشان نقدر نوصل لأكبر كم من الناس عندهم احتياجات فعلا ونلبيها وبإذن الله ده مش يعني دي نقطة انطلاق زي ما بنقول المعسكر استهدفنا 160 شاب من اقليم الدلتة بس لكن بعد كده ان شاء الله حيكون فيه يعني احنا هدفنا السنة دي ان احنا يكون فيه الفين شاب يتنضموا معنا في المعسكرات فزي ما نقول دي نقطة الفداية لسه والمعسكرات اللي جاية ان شاء الله تكون احسن واحسن احنا خلاص وصلنا نهاية فعليات معسكر اجايل يوس اللي عملته مؤسسة حياة كريمة المعسكر الاول في صيف 20-24 الحقيقة ان انا استفدت جدا دي اول مرة اشارك في معسكر شبه كده والحقيقة ان انا نميت كتير قوي من مهاراتي وقدرت ان انا اتعرف على ناس جديدة مش بس في محافظتي ولكن في محافظات تانية وقدرت ان انا اكون نتورك كبيرة قوي من العلاقات سعيدة بالمشاركة دي واتمنى انها تتكرر تاني مرة واثنين وثلاثة النهاردة كان ختام معسكر اجلي يوس كان المعسكر الاول من نوع السنة دي وبجد معسكر انا حزين ان انتهى النهاردة علشان كان مسمر جدا وبشكر مؤسسة حياة كريمة على المعسكر دوت واتمنى يكون فيه فرص اكتر ان احنا نتجمع مع بعض ونستفيد من الخبرات بعض وشكرا مؤسسة حياة كريمة بنهاية اليوم نختم الختام المعسكر النهاردة استعمتعت جدا وبصراحة استفدت في المعسكر ده ان انا تعرفت عن ناس جديدة من محافظات مختلفة موسيقى وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ هند جلال مديرة ادارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة استاذ هند ورحب بك في البداية وحدثين عن هذه المبادرة مبادرة اجليوث التي اطلقتها مؤسسة حياة كريمة الهدف منها والى اي مدى هي قادرة هذه المبادرة على تعزيز الوعي لدى الشباب سعر خير على حضراتكو يمكن موبايم ودرة اجليوث يعني هيدا شعار بينطلق منه والمحاور التدريبية والمحاور التوعية لشباب المتطوعين وكمان طلاب الجامعات اللي بتعملها مؤسسة حياة كريمة عايزة واضح لحضراتك ان احنا مكنتش دي البداية البداية بتاعتنا كانت من حوالي اكتر من ست شهور بداية مع التخطيط لخطة متكملة لمؤسسة حياة كريمة علشان توعية وتدريب شبابنا الجامعيين على وجه الخصوص بدأنا المبادرة دي بمبادرة وي سابورت اثناء فترة امتحانات الطلاب الماضية نزلنا مع الطلاب كنا بنقدم لهم دعم نفسي وكنا بنقدم لهم بعض الهدايا والادوات البسيطة اللي من ضمنها تقديم البرامج التدريبية لخطة مؤسسة حياة كريمة لصيف عشرين اربعة وعشرين امكان بداية اجايل يوس كانت باطلاق مبادرة سفراء التكنولوجيا واللي في نفسي يوم انتهاء المرحلة الاولى منها وتخريج الدفع الاولى كان عندنا بداية المعسكر التدريبي الاول لمؤسسة حياة كريمة اللي احنا كنا بنشوف التقرير بتاعه دلوقتي مع بداية حاجات بتنتهي حاجات معينة وبنفضل نتتابع خلال فترة الصيف كلها بحيث ان احنا نحقق الهداف التكاملية التوعوية لمؤسسة حياة كريمة في خطتها للشباب في صيف عشرين اربعة وعشرين بالنسبة للمعسكر على وجه الخصوص كان هدفنا منه اعداد الكوادر التطوعية الشابة لمؤسسة حياة كريمة مع اسقلها بالمهارات اللازمة علشان تكون في موضع مسؤولية صحة وفي موضع كمان شغل صح في القرى بتاع المخصة بحياة كريمة وكمان على مستوى المحافظة ككريمة اتهدفنا في المعسكر الحالي 160 شاب وشابة من اكتر من محافظة من محافظات الدلتة واقليم القاهرة الكبرى وكنا حريصين جدا على تنوع الثقافات وتنوع المحافظات كمان كنا حريصين ان يكون معنا متطوعين جدد ومتطوعين مؤسسة حياة كريمة اللي بقى لهم اكتر من سنين مع المؤسسة بحيث يتم دمج الخبرات ما بين الجداد والأدام وكمان يتم دمج الخبرات ما بين المحافظات المختلفة عظيم تم اطلاق هذه المبادرة وغدد نحتفل باليوم العالمي للشباب في ظل هذا تزامن تزامن الاحتفال باليوم العالمي للشباب واطلاق هذه المبادرة كيف طرينا أستاذة هند اهتمام القيادة السياسية بالشباب والمترجم في اختيار عدد من الشباب كقادة في عدد من المراكز وايضا اطلاق العديد من مؤتمرات الشباب طبعا اهتمام القيادة السياسية بالشباب وبتوعيتهم اهتمام بالغ جدا وواضح جدا وده كمان اللي بينعكس على عمل كافة المؤسسات وكافة الوزارات المعنية يمكن احنا كمان بنتميز ان احنا بنعمل كما ظل للوزارات مش بس في الانشاءات ومش بس في البنية التحتية لا كمان كما ظل في نشر الوعي الصحيح وتنمية السلوك الايجابي ومحاربة المفاهيم المغلوطة وده بيقى واضح كمان وواضح فيه المؤسكر بتاعنا كنا مشاركين معنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب تسكندرية وكان معنا اكتر من محور ولم يقتصر فقط على المهارات ولكن كان معنا مواضيع تدريبية زي اننا ازاي يستخدم الحاجات الرقمية وازاي يستخدم التكنولوجيا وازاي يوظف التكنولوجيا في حياتي المهنية كمان والشخصية كمان كان عندنا محور مهم جدا وهو محور دور مصر في القضايا الفلسطينية ودور مؤسسة حياة كريمة في القضايا الفلسطينية وكمان تأثير القضايا الفلسطينية على الامن القومي المصري والمفاهيم المغلوطة وكمان كان معنا محور كامل عن ريادة الاعمال وبتستمر مؤسسة حياة كريمة في دعم الشباب دي البداية بتاعتنا كانت برنامج سفرات تكنولوجيا ومعسكرات مؤسسة حياة كريمة وليس مستمرين بإذن الله في اكتر من محور واكتر من معسكر وكمان في احتفال يوم العالمي للشباب غدا ان شاء الله هيتم بإطلاق مبادرة جديدة نعم العمل على عدد من المحاور في إطار تنمية الشباب أنا بشكرك جدا الأستاذة هند الجلال مديرة إدارة التوعيب مؤسسة حياة كريمة أجرت قرينة رئيس الجمهورية سيد انتصار أسيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع والدة كل من البطل الأولمبي أحمد الجندي والبطل محمد السيد وأكدت لهما السيد انتصار السيسي أن مصر والمصريين يفخرون بنجليهما الذين حقق إنجازا مشرفا يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة كما أجرت قرينة رئيس الجمهورية اتصالا ببطلة مصر سارة سمير الملهمة في إرادتها وعزيمتها ووجهت لها التحية والتقدير على إنجازها موجهة الشكر للأبطال على إنجازهم الذي يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مع المدير القطري لهيئة الطفولة مع المدير القطري لهيئة الطفولة أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة تناول اللقاء التعاون في إطار برنامج التمكين الاقتصادي فرصة والتشابك بين وزارة التضامن والهيئات الدولية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وصل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاءته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بزيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأكد الوزير أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة هي الجهة الوحيدة المنطب بها تفتيش على المصانع لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتزليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين تفقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر أعمال إزالة آثار الحريق الذي نشب بحي الموسكي وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تفقد عدد من شوارع المنطقة المحيطة بالعقارين الذين تعرضا للحريق كما بحثت الوزيرة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وعدد من واجهات المباني الموجودة بميدان العتبة ومنطقة الموسكي بما يتناسب مع الوجه الحضري والجملي للمنطقة تفقد وزير الرأي هاني سويلم ووزير الزراعة على فروق محافظتي شمال وجنوب سيناء حيث وزارة مركز الخدمات والتجمع التنموي وقام بالمرور على محطة رفع المياه في منطقة نخل بمحافظة شمال سيناء أوضح سويلم أن الوزارة حريصة على خدمة التجمعات التنموية في سيناء من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الأبار الجوفية وإسناد عمليات الحراسة والصيانة والتشغيل لشركات متخصصة مؤكدا أهمية التنصيق بين المنتفعين للحفاظ على المياه الجوفية وحوكمتها وإدارتها بشكل منضبط لترشيد استخدامها أعلن وزير الإسكان شريف شربيني البدء في تنفيذ مشروعات إنشاء الطرق والمرافق الداخلية بمنطقة الرابية والتي تقع ضمن المناطق المضافة لمدينة الشروق وشدد وزير الإسكان على دفع العمل بالمشروعات والمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية المضافة للمدن الجديدة وذلك لسرعة تنميتها وتوفيق أوضاع المواطنين جدير من الذكر أن المشروع سيوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة بيديوهات بعنوان لقاء للمستقبل حيث يطرح الأطفال أسئلة على الوزراء والمسؤولين والخبراء بهدف الوصول إلى الشرائح الجديدة من المجتمع تهدف الحلقات إلى بناء جسور من التواصل بين الوزراء والمسؤولين في الحكومة مع أطفال مصر واجتملت الحلقة الأولى على لقاء مع وزير الأوقاف أسامة الأزهري للرد على أسئلة الأطفال ترجمة نانسي قنقر 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 تتواصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والطرفيهية بالمدينة وللمزيد عن فعليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم بعد التحية صف لنا الأجواء لديك ماذا عن الفعليات الترفيهية والتثقيفية وأيضا الرياضية لديك في مهرجان العالمين تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المجاهدين بالفعل هذه الفعليات الرياضية والثقافية والترفيهية لا تتوقف منذ بداية المهرجان ولكن ربما ما يميز هذا الأسبوع والأسبوع القادم هو التميز الذي يفرق ما بين هذه النسخة والنسخة الماضية تتميز هذا الأسبوع والأسبوع القادم بعدد من الفعليات من أهمها ما يتعلق بالسيارات ومواتير السيارات فبالأمس وأول أمس بدأت فعليات يعني مصابقة ريفت أب ريفت أب هي يعني مصابقة للسيارات وتحديدا لمجال دريفتينج داخل السيارات واللعب بالسيارات في تراك أو مدمار خاص بهم في مدينة العالمين الجديدة هذا أتى بعد تطوير البنية التحتية الكبيرة بمدينة العالمين الجديدة واحتلال مصر مركز مرتفع وهم جدا ومتقدم في تطوير الطرق فبالتالي تم تجهيز هذه الأباكل لتستقبل عدد من الفعاليات الخاصة بالسيارات والموتوسيكلات السريعة نتحدث أيضا عن بالإضافة لهذه الفعالية ريفت أب بمشاركة عدد كبير من سائق السيارات من مصر ومن سوريا ومن الأردن ومن العراق وغيرها من الدول العربية ولكن أكثر من يتميز بهذه اللعبة هي الأردن ومتواجدين بالفعل منذ أول أمس أيضا بداية الأسبوع القادم سيكون هناك أسبوع موتورويك وهو أيضا فعالية خاصة بسباق السيارات وسباق الموتسيكلات وعدد آخر من المهارات المختلفة تلعب بالسيارات وجاء هذا أيضا نظر التطور البنية التحتية في مدينة العالمين الجديدة نأتي بالإضافة لذلك أيضا الاهتمام بالطفل بشكل مباشر فعاليات السرك القومي وبشكل عام الفنون الشعبية ما زالت متواصلة يوما بعد يوم في الممشع السياحي والمنطقة الترفيهية بالإضافة أيضا لاستمرار فعاليات خاصة بها الأطفال في منطقة الألعاب الخاصة بها الأطفال ونحن على استعداد لاستقبال بالطبع مهرجان نبتة داخل مهرجان العالمين الجديدة وهذا يختص أيضا بتطوير نشاطات الأطفال بشكل عام بالإضافة لذلك أيضا استمرار الفعاليات الخاصة بها الحفلات كنا يعني رصدنا سويا نهاية الأسبوع الماضي حفل الهضبة عمر ديابا ذي لقى إقبالا كبيرا جدا من جميع الفئات العمرية ومن جميع الجنسيات نحن ننتظر في نهاية هذا الأسبوع حفل خاص بمسار إجباري وحمزة نامرة ربما المميز أيضا في هذه النسخة هو حضور ما يقرب من 104 جنسية حضروا بالفعل إلى مهرجان العالمين الجديدة وهذا حسب تصريح وزير السياحة التي تحدث منذ يومين في العالمين الجديدة وهو معدل تقريبا أكثر من 45 إلى 50% من عدد جنسيات العالم تواجدوا في العالمين الجديدة بالإضافة أيضا لهذه الفعاليات هناك فعالية رياضية التي ما زالت مستمرة يوميا والملاعب المفتوحة على الشاطئ مباشرة من ملاعب لكرة القدم ملعب أيضا لكرة السلة وملعب الكرة الشاطئية وتحديدا كرة الطائرة بالإضافة أيضا لألعاب القوة وتحديد منطقة خاصة لألعاب القوة بالمنطقة الترفيهية فضلا عن استمرار المسرحيات في نهاية كل أسبوع مثل مصرحية السندبات التي كانت متواجدة في المسرح بالمنطقة الترفيهية الخميس والجمعة والسبت الماضيين وكانت هذه ببطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز هذه أهم الفعاليات والآن أعود عليكم من روح نعم الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك وفي أخبارنا الاقتصادية أصدر البنك المركزي تعليمات للبلوك بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وذكر البنك في خطاب موجه للبلوك أن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب وتلاشي الصعوبات التي يواجهونها للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر أكد وزير البترول كريم بدوي أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج بحث واستكشاف مكثف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الانتاج والاحتياطيات بالتوازي مع تنمية الاكتشافات الجديدة جاء ذلك خلال اللقائه مع ديمترس كوبيولوزوس رئيس مجموعة كوبيولوزوس اليونانية حيث تم بحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول وسبل التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات الغزء الطبعي والبنية التحتية بحث وزير الكهرباء وطاقة المتجددة محمود عصمة مع ديمترس كوبيولوزوس رئيس مجموعة شركات كوبيولوزوس اليونانية مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وصولا إلى أوروبا وقال وزير الكهرباء إن مشروع الربط الكهربائي يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولية رانيا المشاط مع سفير اليابان بالقهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما ناقشت المشاط تعزيز الشركات في مجالي توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور سبعين عاما على العلاقات بين مصر واليابان مشيرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات التي تعزز الاستمار في رأس المال البشرية وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي انتهت من كافة المتطلبات التنظيمية والاجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية كما أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد عن اطلاق أول سوق منظم ومراقب من جميع الجهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتدول شاهدات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا وأكد فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق انتهت اخبارنا وبقي التذكير بالعنوين مدبولي يلتقي رئيس الحكومة الليبية ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين والجنوب الليبي يشيد بالدعم المصرية مع تواصل الإدانات الدولية لإسرائيل بشأن مجزرة مدرسة التابعين جيش الاحتلال يواصل القصف العنيف على أماكن متفرقة في غزة الحرص السوري الإيراني يجري مناورات عسكرية في غرب البلاد وحزب الليبناني يعلن استهداف النقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلية وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة شكرا طيب المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة